بعد انسداد أفك الحل السياسي وانحساره أكثر تعود الأنظار مجددا إلى اتجاه الحزم العسكري اتجاه ربما بات الأكثر حضورا في أولويات قوات الشرعية وذلك بالنظر إلى حجم تقدمها الميداني على مختلف جبهات القتال فبعد أن تمكن الجيش من السيطرة على بعض المواقع المهمة في محافظة صعدة خلال الأيام الماضية ها هو يبدأ بالتحرك نحو مركز المحافظة وذلك حسب تصريحات المحافظ هاتي طرشان يقول مراقبون إن هذا سيشكل تحولا هاما في مسار المعارك خاصة أن صعدة ما زالت تمثل مركز الثقل السياسي والعسكري للميليشيا وفي التفاصيل أكدت المصادر أن التقدم يتجه نحو مديرية كتاب في محورين الأول عبر منطقة البوقع والثاني من مركز المديرية باقم وذلك بعد السيطرة على المواقع والمناطق المحيطة بها أما في ميدي الجبهة الأكثر اشتعالا في المشهد قالت المصادر إن الجيش تمكن من الوصول إلى كل من منطقة المجبر والشريفية وفي تفاصيل المعارك كثفت تحالف من ضرباته على المنطقة ذاتها مخلفا الكثير من الخسائر العسكرية في صفوف الحوثيين تزداد إذن ضراوة المعارك وتبدو هذه المرة أكثر اختلافا من ذي قبل وإن كانت من حيث التوقيت تنذر بانسداد جديد في مسار الحل السياسي إلا أن مراقبين ما يزالون يرون فيها الحل الأنسب لإسقاط الإنقلاب ترجمة نانسي قنقر